اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا لان الموضوع مهم والاول مرة نتكلم فيه يعني احنا ما اتكلمناش ابدا في عنوان اسمه دوالي الرحم كلمة غريبة حتى في كتير دلوقتي من زملائنا شباب الاطباء هيوبى منسبة لهم الموضوع ده غريب وعجيب احتقان الحوض كلمة اشيك او مش اشيك اكثر شيوعا يعني عارفنها طبية لكن اكيد لما اقول لكم ان كل واحدة عندها الام في الدورة الشهرية ونقف قدام كلمة الام في الدورة الشهرية لانها كلمة شهيرة جدا ولها اسباب عديدة عندها نزيف غير طبيعي اثناء الدورة الشهرية مينوراجيا او بولي مينوراجيا دي كلمة برضو شديدة الشهرة جدا في الطب يعني عندها نزيف زائد عن الطبيعي طبعا في اسباب تانية كتير طبعا الاورام اللي فيها تعمل كده عندها كآبة ارهاق اعياء تعب مع قل مجهود كل دي اعراض وحاجات تانية كتير قوي اعلام في الظهر كل دي اعراض تشير الى كلمة مهمة هنفهمها دلوقتي اسمها دولي الرحم بس برضو فور ديفرينشال دياجنوزي يعني الاحتمالات التشخيص الاخرى ورده انت عندك كل ده له اسباب تانية كتير الام الظهر طبعا ممكن يكون ديسك ممكن يكون ورم ليفي ممكن يكون التهاب مزمن ده كلام مهم جدا انا خلينا اقول لكم ان الموضوع في منتهى الاهمية اكيد مع ضيف العزيز اسمه متميز للغاية واكيد كلامه بيعجبني جدا على المستوى العلمي يعني غزير المعلومات هنسمع عنها وكمان اختيارات الموضوع المواضيع فعلا حاجات كلها فريدة في نوعها في طرحها لكن هي منتشرة ضيف العزيز الاستاذ دكتور تامر عزة زميل مساعد جراحات الاوعية الدموية والقدم السكري طبعا بهيئة المستشفيات والمعهد التعليمية وعضو الجمعية المصرية للجراحات الاوعية الدموية الاسم المتميز للغاية اهلا بيك دكتور ببيك منورني وحيش جدا جدا انت بنقي النهاردة موضوع مهم اسمه احتقان الحوض ودوالي الرحم ايه بقى القصة يعني لما يكون عندك حاجة ظهرة برا على الجسم من برا بتبقى شايفة وبتهتم بيها واي مشكلة بتحصل حرارك على طول بتدور على الحاجة اللي انت بيعنيك شايفها وتروح تكشف عليها طب ده حاجة موجودة كلنا عارفينها الست في البيت عارفاها الدكتور عارفها لكن محدش عمره فكر فيها محدش عمره دور ان هو يعالجها مع انها سبب كبير جدا لمشاكل كتيرة جدا 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 محدش بيدور عليها فلازم انا افكر فيها لازم افكر فيها طبعا طبعا يعني ايه دوالي الرحمة؟ تيجي نرجع الحلقة اللي فاتت هي دي دوالي واللي فاتت دوالي تمام ايه الفرق بين الاتنين زي ما قلت ان دي دوالي في الصوق في الرجل ودي دوالي بس على الرحم جوة في الحوض نفس الباسولوجي نفس المشكلة أن مع تكرار الكونجيشن اللي بيحصل مع تكرار الاحتقان اللي بيحصل بتتمدد الأوردة وتكبر والفالفز اللي فيها أو الصمامات اللي بتبقى موجودة جوه الأوردة بتبوز فتقوم تعمل دوالي الرحم طيب هي بتبوز إزاي وإيه اللي بيحصل إيه هو التركيب التشريحي بتاع الأوردة بتاعت الجسم المفروض إن فيه حاجة اسمها الوريد الأجواف العلوي اللي طالع منه الدم من الحوض للوريد الأجواف العلوي وطالع كمان من الكلة للوريد الأجواف السفلي سوري بيطلع الدم من القلب الدم اللي جاي من الشرايين اللي بتغزي الرحم وبتغزي المبايت إيه اللي بيحصل؟ الدم ده لما بيحصل حمل مرة واثنين وتلاتة وبيتكرر كل مرة بيحصل احتقان الدم بييجي للرحم كتير فبالتالي الرحم عايز يصرف فبيصرف إزاي؟ إن هو يعمل أوردة جديدة والأوردة تبدأ تكبر وتتمدد في الحجم وتنتفخ عشان تصرف الدم الكتير اللي جاي له عن طريق الشرايين يطلعه للقلب مرة في الثانية في الثالثة الأوردة بتكبر واللي احتقان بيزيد زيادة عن اللزوم يقوم يعمل دوالي الرحم تبقى هي نفس الفكرة بالزبط زي دوالي الساقين بالزبط بس الباسولوجي والسبب مختلف إيه الأعراض بتحولي؟ وجع وجع مرة واثنين وتلاتة وجع وجع شديد جدا هي طبعا بتصيب السيدات إحنا بنتكلم كل ده على السيدات وجع أثناء الدورة وجع بزيادة عن الطبيعي يعني معظم السيدات بيجي لها وجع في الدورة وبيجي لها وجع كمان حتى مع الجماعة لكن اللي بيبقى عندها دوالي في الرحم بيبقى الوجع عندها مضاعف ممكن مرة واثنين وتلاتة عن الطبيعي لدرجة إن فيه سيدات بتدوخ عند الدكاتر بتكشف كتير جدا عندها وجع ومش عارفة إيه السبب إحنا بنسميه كرونيك بيلفك بين وجع ممكن يستمر ست شهور بتاخد مسكنات ومش عارفة هي إيه المشكلة اللي عندها حتى الدكتور نفسه مش عارف إيه المشكلة اللي عندها شوية يقول الاتحابات وشوية يقول أي حاجة بس كله محدش بيفكر في دوالي الرحم الدكتور نفسه عارفها وبيقولها للسيدة وهو بيعمل قيصرية وهو بيولدها إنتي عندك دوالي على الرحم هي بتيجي تكشف وتقولها إنتي عندك دوالي تقول لأ أنا عندي دوالي على الرحم بس إنتي تربط لتنين بالمشكلة اللي عندها ما بتحصلش فدايما الوجع أثناء الجماعة أثناء البيريود إيه الأسباب بتاعت الإصابة؟ الحمل المتكرر يعني أكتر من مرتين ثلاثة يبدأ يحصل كده طبعا فيه ناس بيجي لها الكلام ده عشان هي هيرديتري أو يعني حاجة ورصية عندها ضعف في الأوعية الدموية من والدتها ومن أجدادها فده بيبقى عندها عرضة للكلام ده الستات اللي عندها ضعف الأوعية الدموية اللي عندها دوالي في رجلها معرضة برضو يجي لها دوالي في الرحم الهرمونات بتاعت الحمل في هرمون الأستروجين هرمون الأستروجين ده أصلا بيعمل تمدد في الأوعية الدموية يعني ده منظر الدوالي اللي على الرحم يعني ده صورة احنا عملينها فينوجرام تمام مصورين فيها أداء الوريد الأجوى في السفلي والأوردة بتاعت الحوض تمام الساهمين دول مشاورين على الجناد الفين أو الليفت جناد الفين ده اللي بيصب بالمفروض في الوريد الكلوي الأيسر الضغط لما بيزيد عليه أو الاحتقون لما بيكبر شوف هو بيتمدد في الحجم الصورة الناحية التانية لو بصيت على الناحية التانية هتلاقي نفس الجناد الفين بالزبط ناحية اليمين شفت الفرق بين الحجم ده والحجم ده الحجم ده نورمل ده طبيعي لكن الحجم اللي هنا كبير عامل دوالي على الرحم ده منظر الدوالي ده منظر مؤلئ جدا 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 يعني ده شايف حضرتك احنا لو الرسمة دي بالزبط على اليمين أو الريت جناد الفين اللي على الشمال الليفت جناد الفين شوف حضرتك الفرق بين الاثنين الديسكريبنسي واضح جدا ده كبير جدا متمدد وواصل لحد تحت اللي تحت ده الرحم عامل دوالي كبيرة جدا الولادة هي اللي تخلي نقول ان دول اكسر عرضة اللي بيولدوا كتير الحمل 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 يعني الحمل هو ده اللي بيعمل كده دول اكسر عرضة طبعا طبعا مثلا في البيض في الصمر في الكوكازيا في الأفريكان ما بتفرقش يعني هقول السكس أو الريش ما بيفرقش كتير يعني لكن الحمل مرة واثنين وثلاثة بيعمل كده هقول الحرك الرجل السكس ده ممكن ييفرق في ايه أو الكوكازيا والكلام ده الناس اللي بشرتها صمراء بتبقى جسمها أقوى الأوردات بتاعتها بتبقى أقوى العضلات بتاعتها بتبقى أقوى التكوين الجسمي بيبقى أقوى فدول بيبقوا أقل عرضة ان هو يجي لهم دوالي حتى الدوالي العادية لكن البيض زي ما بنقول لا البرشرة بتاعتهم بتبقى أضعف الأنسجة بتاعتهم بتبقى أضعف فدول بيبقوا معرضين ان هم يجي لهم دوالي كتير خصوصا دوالي العادية عند الدكتور النساء زي ما قلنا بكرونيك بيلفكبين وجع وهي مش عارفة الوجع سببه إيه ودايما الوجع بييجي مع الجماعة دايما الوجع بييجي قبل البيريد فطبعا ده على طول مرتبط بالنساء فبتروح الدكتور طبعا هو مش يعني السبب ده مش أوير بيه أو يعني مش من ضمن الأسباب الكبيرة المشهورة بالنسباله اللي بيدور عليه فدايما هيشك في التهابات دايما هيشك في حاجات طبع النساء تمام ده الجزء ده بديهي جدا جدا ده مش عيب فيه اللي هي مشكلة في الحاجة نفسها لما بتكون شايف الحاجة من بره يا غموت غموت شديد الحاجة لما بتكون شايف الحاجة من بره انت بتشك فيها لكن حاجة انت مش شايفة ومش متوقعة وعملالك نفس التعب بتاع كل حاجة زي دور البرد ايه الفرق بين دور البرد والكورونا ما هو نفس الحاجة بس عشان انت مش شايف ونفس الأعراض فدايما بتشك في اللي قدامك الشائع اللي انت دايما بتشوفه لكن ده انت مش شايفه تمام تاني حاجة السيدات اللي بتيجي تشتكي من دوالي دول اللي انت اللي احنا بنلقوطهم الدوالي العادية ليها منظر ليها شكل ليها توزيع يعني لما بيجي لك بقى سيدة عندها دوالي احنا بنسميها extra axial varicocytis يعني ايه extra axial varicocytis يعني احنا عندنا حاجة اسمها longsafnace وحاجة اسمها shortsafnace بتبقى الدوالي دي اسامي الاوريدة الرئيسية اه دي الاوريدة الرئيسية اللي المفروض الدوالي بتطلع فيها طيب لما تلاقي سيدة عندها دوالي بس مش على الكورس او مش على الطريق بتاعهم متفرعة في اماكن غريبة كمان بتبقى ناحية lateral يعني ناحية برة في الفخذ من برة في الفخذ من جوة ناحية الجنيتاليا او ناحية الاعضاء الونسوية طبعا لازم اشك فيها فبتلاقيني اول سؤال سألت قولها انت مخلفة كم مرة تقول لي تلاتة اربعة طب فيه وجع في الحود فيه تقل فيه تقل عنيف هي السيء بتقول كده فيه تقل جدا طب قبل البروت فيه وجع فيه وجع جامد جدا العادي ولا بزيادة لا يا دكتور ده بزيادة ده ممكن الوجع ييجي من الحمل يعني وهي في وقت الحمل في الشهور الحمل الأخيرة من كبر الرحم يضغط على الاوردة بيعمل كده يبقى عندها وجع شديد جدا غير وجع الحمل وما هيش عارفة برضه فلما بتيجي بنقوطها من دي الوجع والدوالي الوجع والدوالي طيب ايه السؤال بقى انت عارف اللي انا هقوله ده اهم سؤال ايه عواقب ان ست يكون عندها اللي احنا حكينا عليه ده وتهمله مش اللي تهمله يهمل لا يشخص ما تجيش لحد متخصص مثلا فبالتالي خلاص ما عرفناش هقول له حضرتك هي ما بتعملش مشاكل غير ان هي بتعمل وجعها يعني مش زي دوالي الرجل ممكن يحصل منها جلطة قليل جدا مش زي دوالي الرجل هتعمل قرحة في الرجل وحتعمل ورم في الرجل لا هي مشاكلها كلها في الوجع الوجع ده ممكن يوصل بالست ان هي مش عارفة هش حياتها تخيل ان ممكن يوصل بيوصل بناس انا فيها عيانة جات لي بتشتكي ان هي مش عارفة تكمل الجماعة معجوزة دي حاجة دي حاجة شرعية وحاجة اخلاقية وحاجة انسانية وحاجة في التكوين الفيسيولوجي بتاعنا انه انت لازم حاجة زي كده لدرجة ان هو بيأثر عليها بعد كده في حياتها نفسيا فدي حاجة مهمة جدا دي مشكلة مش هقول لك مشكلة عضوية حاجة زوجية في الخطورة شديدة طب 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 وطبعا الزوج بيتأثر هنحرج الزي بقى لانه يبدو من مكان وجود الدوالي انه علاج مش هيكون سهل طبعا هو العلاج مش سهل عشان التشخيص مش سهل لو شخصتها هيبقى العلاج في المنتهى السهولة يبقى العلاج سهل جدا جدا اه هي دي مشكلتها فعلا يعني كل الناس يعني اولا احنا لازم نعمل اشعاد دوبليكس برقم واحد الاشعاد دوبليكس طبعا مش كل الناس برضو للأسف بتبقى ورينتت بموضوع الجنادة الفينز والبلبك كوندرشان او الاحتقان الوريدي او دوال الرحم خصوصا في الاشعاء فطبعا بتعتمد على يعني دايما بنقول الدكتور اللي بيعمل دوبليكس انا عايز اشوف كذا عايز ابص على كذا حضرك شوف لي ده مأسه كام وده شكله عامل ازاي فبيجي لي منظر زي ده في الاشعاء بص حرك على الليفت جنادة شكله عامل ازاي المفروض السهم ده يبقى طالع لفوق الدم بيطلع من تحت لفوق نحية القلب فهو ده في ريفلكس الدم نازل في عكس الاتجاه يقوم يعمل الدوالي فده التشخيص يجي لي دكتور الاشعاء يقول لي الوضع كذا الدوالي عامل ازاي الجنادة الفين مأسه كذا بيرسم مثلا رسمة زي دي نقوم نشخص اه دي عندها احتقام في الحوض بسبب الجنادة الفينز او بسبب البلوك ودي محتاج علاج فالتشخيص رقم واحد بالدوبليكس ممكن في حاجات ما تبنش بالدوبليكس ونعمل حاجة اسمها أشاعة مقطعية بالسبغة على الأوردة بتاعت الحوض زي الصورة اللي عرضناها في الأول تمام طب العلاج بقى سهل في ناس بتدي هرمونات أدوية بس طبعا يعني نتيجتها ضعيفة جدا لأن دي حاجة خلاص يعني قريدي بقيت ويل فورميت زي الدوالي اللي في الرجل بقيت الأدوية مش هتعمل فيها حاجة مش هتضيعها فلازم تدخل التدخل دلوقتي بقى بسيط سهل بالأسطرة بندخل بالأسطرة ببنج موضعي يعني لا بنج كلي ولا بنج نصفي ولا تخدير كامل ولا أي حاجة ببنج موضعي عند منطقة الفخذ وبندخل بالأسطرة تمام على الوريد من عند الفخذ كده ونطلع فوق برضو في نفس الكورس اللي احنا قلناه أو اللي احنا رسمناه لحد الوريد الأجوى في السوفلي وبعدين ندخل منه على الليف ترينا أو الشريان الكلوي الأيسر بنفس المنظر ده ده شكل الأسطرة وإحنا دخلين ده من الفيمورال دخلنا كده على الإلياك أو على الحوركوفي وبعدين طلعنا على الوريد الأجوى في السوفلي وندخل بالأسطرة على الجنادل بنحق المادة تقفل الدوالي اللي تحت احنا بنسميها البد بتقفله خالص سواء المادة دي حاجة اسمها لبيديل هوستو أكريل أو بنحق حتى إيسوكسي سكيلرول بتقفل البد بتاع الدوالي بالكامل بص بقى حضرتك المنظر هيحصل ازاي الدوالي بتشرينك ازاي بتقفل ازاي ده المنظر كانت متمددة جدا وبعد كده قفلت ده الأول مرة على فكرة في الإعلام العربي تطلع هذه نوعية من الفيديوهات أول مرة يعني في الإعلام العربي الناس لازم تعرف آه يعني ده 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 الحلقة دي بقى اللي بيسموها بيونير في الحتة دي عمرنا ما تكلمنا مبيش في الإعلام العربي كله حد جاب سيب في الكلام ده خالص خالص رغم انتشار الحالة بالزبط لأن هي مش بتتشخص هي دي مشكلة وكمان برضو من ضمن المشاكل إن الستات هي بتخكل إن هي تيجي تدور تقول أنا عندي واجعة في الحوض أو أنا عندي واجعة في الجماعة فبتروح للنساء فبرضو أسباب الواجعة بتعرفوك كتير ودي واحدة من ضمن الأسباب الحاجة التانية بص حرف بقى ده منظر بعد ما عملنا الحقن المادة ده صورة بالفينو جرام يعني بنسميها شايف حضرتك الدوالي اللي كانت موجودة حوالي الرحب دي أوردة عادية صغيرة كان فيه المنظر ده لو شفناه في الأول كان الدوالي كبيرة جدا حوالين الرحب تمام فشايف حضرتك دي كده اتحقنت هوري حضرك الصورة اللي بعدها أو الفيديو اللي بعده فيه بعد ما بنعمل الكلام ده بنحط حاجة اسمها كويلز أو حلزونات جوه الجناد الفين نقفله هو نفسه شخصية بص حرك بقى بعد ما قفلنا مفيش احنا بنحقن سبغه جوه الجناد الفين مفيش حاجة راحت خالص اختفت خالص الصورة اللي كانت موجودة أو الدوالي أو الشبكة العنيفة اللي كانت موجودة ده لولا بالمناسبة بتاع سيدة في الراحب بتاعها اختفت نقول لا حاجات بقى محترفين اللي انتو شايفينه ده جماعة لكن انت قلتلنا النهاردة قضية مهمة جدا قضية الدوالي لكن اختملنا بقى من التي يعني عشان يبقى conclusion مهم أو ينبغي أن تتحرك في اتجاه الأوعية الدموية عشان تكتشف هذه الحالة السيدة اللي عندها وجع في الحوض أو تقل في الحوض وقت البرود أو قبل حتى البرود فيه ناس بتشتكي من الواجع ده قبل البرود حتى بأسبوعين يعني مجرد ما البرود بتروح يبدأ إيجيلها الواجعة دي على طول تيجي نشوفها السيدة اللي عندها دوالي خصوصا اللي مخلفة أكتر من مرتين يعني أكتر من مرتين بتبدأ الدوالي دي تتكون اللي عندها وجع في الحوض شديد جدا اللي عندها وجع أثناء الجماع شديد جدا غير الطبيعي في حاجة طبيعية ربنا خلقها بيحصل فيها وجع أثناء الجماع وأثناء البرود ده الطبيعي لا اللي زاد عن الطبيعي لأ لازم تكشف لازم تكشف اللي عندها دوالي في رجليها لازم تكشف اللي عندها وجع في رجليها خصوصا الشمال أو في الفخذين مع البرود أو مع الجماع لازم تكشف لان دي اسمها متلازمة احتقان الحوض عند السيدات او دول الرحل انت ابداعت يعني فعلا موجودك معنا ابداع موجود علم متميز متفرد يعني انا بحب دايما المنطقة اللي بيسموها مناطق التفرد العلمي اللي هو مفيش حد غيرنا في شبك ما اللي بيحصل في مصر كان في برامك هذا تهريك راحة يعني لكن انا بكلام في المنطقة العربية المنطقة العربية الكلام ده لا اخدوه بالتفصيل المهم جدا 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 لانه منتشر هذه الحالة الضيف العزيز الذي ابدع في هذا الحوار بشكل رائع جدا انا استاذ دكتور تامر عزة زميل مساعد جراحات الاوعية الدموية والقدم السكري بهائية المستشفيات والمعاهد التعليمية عضو الجمعية المصرية لجراحات الاوعية الدموية الاسم المتميز الغانت النورتيني ده يبقى حوارات كتيرة يعني عايزين يتكلم على القدم السكري في حلقة عايزين يتكلم على الاوعية الدموية ومشاكلها في حلقة مشاكل بقى الفاسكولر اللي هي بقى الجنجرين والاسكيميا والكلام اللي هي الصعبة ده كتير اه الجلطات خصوصا الكورونا كمان ضمن البرزينتيشن بتاعها كانت فاسكولر اوكولوجيس فلازم يعني هيعتمدوا على وجودك اكيد يعني كواحد من فريق العمل اللي بيشتغلوا على مرضى الكورونا في العنايات فدي شيء مهم جدا شكرا شكرا